يبدو أن الاتفاق التركي الروسي حول المنطقة العازلة في شمال غرب سوريا كسابقه من الاتفاقيات مهدد بالانهيار في ظل عدم التزام الأطراف بالهدنة المعلنة هناك مركز قاعدة حميميم العسكرية أعلن عن ثمانية انتهاكات الاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قاعدة حميميم أوضحت أن الفصائل المسلحة انتهكت وقف إطلاق النار أربع مرات في اللاذقية وثلاثة في حلب وانتهاك واحد في إدلب متهمة النظام التركي بالتغافل عن الخروقات التي ارتكبها ما أسمتهم بالإرهابيين الجانب التركي لا يبدي أي نية في الالتزام بالهدنة المعلنة في ظل استمراره إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة العازلة المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بدخول المزيد من الأرتال العسكرية للاحتلال التركي في المنطقة حيث بلغ عدد الآليات خلال ساعة واحدة 250 شاحنة تحمل دبابات ومصفحات ومعدات عسكرية كما دخل رطل عسكري للاحتلال التركي مؤلف من 60 شاحنة في وقت سابق عبر معبر كفرلوسين متجها نحو محافظة إدلب وارتفع عدد الآليات التركية التي دخلت الأراضي السورية منذ بدي وقف إطلاق النار إلى نحو 600 آلية بالإضافة لمئات الجنود وفقا للمرصد السوري